سيدة كريمة تقول بالنسبة لتحديد جنس الجنين لقد ذكرتم أن كل ما يلتمس بالدعاء يجوز أن يلتمس بالأسباب المشروعة وذكرتم أن التدخل الجراحي لا يصلح طيب وبعدين التدخل الجراحي هو الوسيلة الوحيدة المضمونة في موضوعنا هذا فتريد مزيدا من التفصيل نقول لها يا سيدة الكريمة إن المجمع الفقهي الإسلامي قد كفانا مؤنة البحث والتأصيل لهذه القضية حيث أصدى فيها قرارا دقيقا يقول فيه يجوز اختيار الجنس الجنين بالطرق الطبيعية كالنظام الغذائي والغسول الكيميائي وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة لكونها أسبابا مباحة لا محذورة فيها ثانيا لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية هذا هو محل الاستثناء الذي تبحثين عنه يا سيدتي فاسمعينني جيدا في حالة الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية التي تصيب الذكور دون الإناث أو العكس فيجوز حينئذ التدخل بالضوابط الشرعية المقررة على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول تقدم تقريرا طبيا بالإجماع يؤكد أن حالة مريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب بالمرض الوراثي ويعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك أرجو أن يكون في هذا القرار تفصيل كافي يا سيدتي فلتتدبري بارك الله فيك